الموعد الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل ارتفعت أسعار النفط في أول تدولة الشهر الثاني من العام الجاري وسط تفاؤل بموقف أقل تشددا من البنك الفيدرالي الأمريكي وحفظت أسعار خام برينت على مستواها فوق 85 دولار للبرميل لعقود أبريل المقبل في حين صعدت عقود الخام الأمريكية الوسيط بأربعة أعشار مئوية لتستقر عقود مارس فوق مستوى 79 دولار للبرميل رغم حالة تفاؤل بزيادة الطلب على النفط التي قادها تفكيك الصين قيود كوفيد 19 في جنبري الماضي أنهى الخام الشهر متراجعا للشهر الثالث على التوالي من المتوقع أن تبقي مجموعة توبيك بلاس في اجتماعها الأربعاء على سياسة الإنتاج النفطي الحالية دون تغيير وأفادت وكالة ريترز نقلا عن خمسة مندوبين في التحالف النفطي بأنه من المستبعد أن تقترح لجنة المراقبة الوزرية المشتركة في المجموعة أي تعديلات في السياسة الراهنة خلال اجتماع وزراء الدول الأعضاء الأربعاء عبر تقنية التحاضر المرئي للاجتماعي عن بعد وأفادت بأن التحالف يرغب في كسب بعض الوقت نظرا إلى حالة الغموض المرتبطة بالعقوبات على روسيا وتأثيرها على الإمدادات شرع مصرف لبنان المركزي في تبني سعر صرف رسمي جديد قدره خمسة عشر ألف ليرة للدولار الأمريكي اعتبارا من اليوم وقال محافظ المصرف رياض سلامة في تصريحات نقلتها وكالة رايترز إن الخطوة التي تعد الأولى من نوعها منذ خمسة وعشرين عاما تمثل تخفيضا بنسبة تسعين في المئة لسعر العملة اللبنانية الرسمي ورغم الإعلان عن تخفيض العملة من السعر الرسمي القديم والذي يبلغ ألفا وخمسمائة ليرة للدولار لا تزال الأسعار بعيدة عن أسعار السوق الموازية والتي يتم فيها تبادل الدولار الواحد مقابل سبعة وخمسين ألف ليرة بدأت موجة جديدة من الإضرابات في المملكة المتحدة الأربعاء بانضمام المعلمين وعمل القطارات وموظف الخدمة المدنية إلى أكبر يوم إضراب تشهده البلاد بعد أن رفضت الحكومة زيادة أجور القطاع العام وتوقعت صحيفة فينانشل تايم البريطانية مشاركة حوالي مائة وخمسين ألف معلم من جميع أنحاء إنجلترا وويلز في الإضراب إلى جانب سبعين ألف محاضر جامعي إضافة إلى إقدام أكثر من 12 ألف سائق قطار على غلق بعض الخطوط غلقا كاملا الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار ثلث الخدمات فقط بالعمل كما سيضرب أكثر من مائة ألف عضو من الاتحاد الخدمات العامة والتجارية الذين يمثلون موظف الخدمة المدنية توقعت الحكومة التركية ارتفاع عائدات السياحة إلى 56 مليار دولار في العام الجاري واستقبال 60 مليون سائح أجنبي وذكر وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي أن بلاده تهدف إلى استقبال 90 مليون سائح أفاق 2028 ورفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار يذكر أن عدد السياح بلغ عام 2022 51 مليون سائح بزيادة 71% مقارنة بعام 2021 ختام الموعد الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية ظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الالكتروني لقناة الجزائر الدولية إلى اللقاء اشتركوا في القناة